معنا من جدة حسين القحتاني هو الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهلا بك سيد حسين بداية من يتخذ القرار في إغلاق المدارس وهنا تحديدا أتحدث عن الرياض الأرصاد أم وزارة التعليم حقيقة إغلاق التعليق الدراسة هو من اختصاص وزارة التعليم ولكن هناك آلية متبعة في هذا الإطار اتفقت عليها الجهات المختصة هناك 24 جهة حكومية معنية بهذه الآلية وتفعيلها هذه الآلية مصادقة عليها من وزارة الداخلية للتنسيق وفك اشتراطات وضوابط معينة في التعامل مع الظواهر الجوية وتمريرها ورفع مستوى التنبيه أو التحذير عنها بس باختصار فيك تقولنا طبيعة هذه الآلية كيف تكون حتى يصلوا إلى اتخاذ مثل هذا القرار لأنه في حالات اختناق في بعض المدارس التي لم تغلق أبوابها نعم حقيقة عندما نتكلم عن الظواهر الجوية ونأخذ مثال الرياح النشطة أو ما حدث خلال اليومين الماضيين لا بد هناك اشتراطات محددة في الآلية أن تصل سرعة الرياح إلى أعلى من 60 كيلو متر في الساعة وأن تكون الرؤية أقل من 1 كيلو أو 500 متر هذه الحالة تتخذ الجهات المختصة ومنها وزارة التعليم على إجراءات المناسبة في تعليق الدراسة أو اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الجانب طيب الحالات الاختناق التي صارت ممكن نقول أنه مرتبطة مباشرة بقرار خاطئ من قبل هذه المدارس؟ لا يمكن الجزم بهذا الإطار ولكن عندما تتحقق الاشتراطات في الظاهر الجوية لا بد على الجهات أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيالها سيد حسين هل تحققت الاشتراطات بالرياضة أو لم تتحقق؟ نعم الرياضة سجلت حوالي 40 كيلو متر في الساعة سرعة الرياح والرؤية كانت ما بين 2 كيلو إلى 3 كيلو وأعتقد أنها لا يمكن الجزم بأنها تتناسب مع الاشتراطات الموضحة في الآلية كما هو في جدة وبعض المناطق الأخرى والبعض المناطق الأخرى التي كانت في إطار الاشتراطات تم تعليق الدراسة فيها بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيض بالمقابل برجع بعيد السؤال فيما يتعلق بالاختناقات مرتبطة بحالة الطأس مرتبطة بأمراض كان لازم الأهل يتعاملوا مع هذا الموضوع لأنه يبدو أن الألية يجب أن تصل إلى العائلة كمان لمعرفة مدى إمكانية الأطفال صحيا أن يكونوا خارج المنزل في مثل هذه الأجواء نعم حقيقة الهيئة العامة لأرصاد وحماية البيض عندما تقوم بإصدار التنبيهات والتحذيرات عن أي حالة هي تدعو الجميع إلى الاهتمام بالإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة المنطوية تحت هذه الآلية كوزارة الصحة والمرور والدفاع المدني ووزارة التعليم وغيرها التي تقوم بإطلاق الإرشادات في مثل هذه الحالات وعلى الجميع أن يراعي هذه الإرشادات والحرص عليها بالشكل المناسب ضمان لسلامته فترة الربيع فترة متقلبة باختصار ماذا نتوقع نعم حقيقة المملكة ستعيش مرحلة متسارعة والتقلبات متسارعة في الطقس ما بين رياح نشطة وأيضا فرصة للأمطار على بعض المناطق هي فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء إلى فصل الصيف وقد نشهد تقلبات جوية مشابهة خلال الفترة القادمة كان معنا من جدة حسين القحتاني الناتق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكرا جزيلا لك